اشتركوا في القناة تحية طيبة من الرئيسات الفضائية المستقلة ومع ترحيبي بكم وتمنياتي أن تكونوا في أمان الله وحفظه داخل الوطن الجريح والأسير وخارجوا في مدن الشتات وبلاد العالم وتحديدا في معسكرات اللجوء أحييكم تحية طيبة مباركة اليوم في برنامج اتجاهات سنتجه إلى شكل من أشكال الصحافة الحرام الصحافة الحرام هذا عنوان كتاب في غاية الأهمية بالنسبة لقبيلة الصحفيين كتبه الصحفي المحترم سامي كمال الدين صدر الكتاب عشرون اتناشر وعلى الرغم من أنه أنا قريت هذا الكتاب وأنا في مصر ساعته والتحية لقبيلة الإعلامين الذين تعرفت عليهم في ذلك البلد الرائد في كل شيء مصر العزيزة أعدت إلى هذا الكتاب اليوم باحثا عنه لأننا نشهد شكلا من أشكال الصحافة أو الإعلام الحرام في هذه الميديا التي تشاهدونها وفي الوسائل الأخرى والناس بيقولوا على وسائل التواصل الاجتماعي عموما في المشهد الإيرتري على الرغم من أنه أزمة الإعلام في الأفق الإيرتري والمشهد الإيرتري هي أزمة مركبة بتحمل أكثر من بعد يعني بمعنى أولا نقر ونثبت نحن كإعلاميين متخصصين أن أكثر مهنة تعاني من تخمة في الدخلاء هي مهنة الإعلام وعندما أقول ذلك المستمسكات كثيرة ولكنني لا أخوض في هذه المسألة لأن الإعلام بشكل عام على مستوى العالم أصبح مهنة من لا مهنة له وفي الواقع الإيرتري يعني المسألة طبعا الحال الإيرتري هي دائما يعني طافحة يعني أو معيارة أكبر بمعنى لو كان الصحافة الآن مهنة من لا مهنة له فإن في الواقع الإيرتري أصبحت ليس مهنة من لا مهنة له بل من لا يعرف أي مهنة في هذه الدنيا يمكن في يومنا في لحظات يصبح صحفي ويخد العناوين على اسمه وعلى أشياء ويطلع ويهدي ويصرخ يعني ينشر ما هو مفيد وما هو غير مفيد ويسمى صحفي ولذلك نحن في الواقع الإيرتري نشهد هكذا مشاهد كثيرها خاصة خاصة وأنا دوما والله دائما لما أشاهد هذه الأزمات المركبة والفوضى الإعلامية أتذكر دوما عبارات قالها لي المربي المناظم الأستاذ الراحل المقيم محمود سبدي رحمة الله عليه وعلى شقيقه الزعيم الوطني أثمان صالح سبدي الرحمة والمغفرة يعني كانت صدفة جميلة وهي صدفة وظيفية ونحن في ريعان الصبا والشباب سنة تزعين قبل ثلاثة وثلاثين عام جمعتني صدفة جميلة وهي مناسبة معاينة للتوظيف وكان ساعتها أستاذ محمود سبدي رحمة الله عليه رئيس جهاز التعليم الإيرتري وهو المؤسس وذلك في الخرطوم في منطقة المقرن حيث المكتب الرئيسي لجهاز التعليم الإيرتري وبهذه المناسبة أتمنى للوطن الثاني العزيز السودان أن يهدأ من هذه الحرب البينة البينية عفوا وهي بيّنة كذلك يعني مع الأسف الشديد في ذلك اللقاء اللي كان في حدود ربع ساعة التساعة أذكر وأول مسؤولنا أقابل من أجل التوظيف هي معاينة كما يقال عندما علم الأستاذ محمود سبدي رحمة الله عليه أنني خريج جامعة مدرمان الإسلامية وخريج صحاف وإعلام فقال لي عبارة وأنا دوما أتذكر قال لي يا أحمد إن أزمة ولسا طبعا وكد الثورة عايشة والدفع والتردي شغال وإن كان بشائر النذر للتحرير تلوح في الأفق تسعين حيث مصوع والعملية فانقل وكده فقال لي هل تعلم أن أزمة القضية الإيرترية هي أزمة إعلامية من الدرجة الأولى قلت له كيف يعني فقام شرحني قال نحن ما عندنا إعلاميين ولو كنا يعني نمتلك إعلاميين محترفين القضية الإيرترية لم تلاعب بها السياسيون هذه العبارات التي قالها لي ولذلك عشان نحن ما عندنا إعلاميين المسألة أصبحت فوضى وما قادرين حتى وليس طبعا الفوضى الإعلامية الوقت ذاك ما جات لكن كان فقر إعلامي يعني عندما يذكر الإعلام في ذلك الوقت يذكر يعني أفراد معينين يعني نبلور القضية الإيرترية وهكذا رحم الله الشهيد محمد سبب ومنذ ذلك الوقت العبارة عالقة في الذهن الآن عندما أشاهد هذه العربة الإعلامية الموجودة على السوشال ميديا والإعلام البديل والإعلام الجديد وما إلى ذلك طوالي أتذكر تلك المسألة أو العبارة يعني العظيمة والقوية وقالها في زمن يعني ما عاش هذا الزمن الفوضجي والعربدة التي نعيشها إعلاميا طبعا بعد 91 الإعلام الإيرتري دخل مشهد آخر ولذلك أنا بيطمئنان نسميه إعلام الداخل وإعلام الخارج حتى لا نسميه الإعلام الرسمي ولا الإعلام المعارض حتى قناتنا هذه التي أعمل بها وسائل أخرى أنا لا أسميه إعلام معارض بالمعنى المعارض لأنه يعني فيش طراطات معينة ما تتوفر في الإعلام المعارض ولا في الإعلام الرسمي لذلك أسميه وهذه يعني أنا عندي تسميات ناس مرات ما يقيفوا فيها والناس أحرار طبعا لكن أنا حتى التسمي اللي بعمل أنا أعمل لذاتي يعني فبسميه إعلام الداخل وإعلام الخارج وإحيانا ينتغاط هذا الإعلام إعلام الداخل وإعلام الخارج فممكن تخط إعلام الداخل في إعلام الخارج وإعلام الخارج في إعلام الداخل معروف أنه يعني يروج ويعمل حملة ودعاية للمجموعة الحافمة ولأنه إعلام الداخل هو ذاته يعني وإن كان بدأ يأخذ منحة آخر اليوم بمعنى منطلقين أكثر في الإعلام البديل الإعلام الآخر اللي هو من الداخل يطلع للخارج عبر قنوات اليوتيوب والحاجات ما أكثر طبعاً وده طبعاً ثطنة خطيرة أدركت المجموعة نحن كإعلامين نعرف لماذا أقدمت مجموعة هكدف وبقاياها أنه تركز ويفتح الباب للإعلاميين أكس من الزملاء كده كده حاجة إنستعمل حاجة كده بتاعه ما أكثر ذاته حتى يعني من الصعب جداً تتابع ذاته كله لكن برضو نتابع يعني عشان نشوف ماذا يعمل ماذا يقول عبر الوسائل المختلفة أحياناً هي تنتمي لأفراد وابتاع وحدين يفتكروها هكذا ما أظن يعني في الطغمة الحاكمة تسمح لأفراد صاحبه وبأسماء ما فيه لكن في الشخصيات معينة زملاء الإعلاميين طالعين على اليوتيوب كثير يعني مقابلات هنا أحياناً فيها أشياء ويبتدين برضو فانوراما لما يجري في الداخل وأما المسرحيات والدراما والأفلام فعدث ولا حرج يعني كأنه تي بي إر بي قد حاجة ما هناك ولا صحيفة إرتر الحديثة ولا صوت الجماهير الإرترية دي الآن معركة المجموعة الحاكمة هي أسمر معركة هي معركة خارجية للتأثير على المجموعات اللي ممكن يعني يقدروا يصطادوها وأنا برأي وأقول مطمئن كل الإنقلابات التي حصلت حتى في المفاهيم والإنقلابات التي حصلت في المواقف هي كانت نتيجة لذلك الإعلام المركز على الخارج سواء كان في اليوتيوب في تويتر في الفيسبوك حتى وفي القنوات التي تنشر المسلسلات الأسبوعية والشهرية وما إلى ذلك هؤلاء يعني عشان اشتغلوا شغل ما أقول عليه شغل مؤسس كده بتاع ولكن كان شغل يعني أنتج يعني شغل أثر للنفوس اللي كان يعبد الوطن على حرفه ويعبدون على حرفه لذلك استمالهم طوالي وغيروا المواقف الوحدين يفتكروا أنه للحرب الأعاشة إثيوبيا حرب المركز مع إقليم تجراي وغيرة وغيرة وإن كان أنا لا أستبعد برضو تلك الحرب كشفت معادن ناس كتار لكن أنا أعزوها أنه الإعلامة البديلة اللي ركزت عليه المجموعة الزمرة الحاكمة كان له تأثير حتى استرطب مجموعات كبيرة من من الذين كانوا يسعون ويقفون هنا وهناك ومعارضة وداول وما أعرف شنو هنا ويشاركون ويعقدون ويقفون لوحدهم في أرويقة الأمم المتحدة ومنظمات اللاجئين وغيرة وغيرة يعني حتى كانوا أحياناً يقفون لوحدهم كالمجانين عموماً يعني هذا الإعلام أثر وتغيرت القناعة أنا ما أقول الإعلام لوحده ولكن لأن الإعلام أصلاً ما كان قول كمان الإعلام الموجه لكن لأنه كانوا هم ضعاف النفوس وكانوا يعبدون الوطن على حرفه ولذلك طوال يعني انقلبوا على وجوههم وتلك المرحلة مع الحرب بتاعة إثيوبيا وأشياء أخرى كشفت لينا أو أنتجت لينا مجموعة جديدة من العاملين للمجموعة في الخارج وتغيرت المواقعهم الخاصة كأنها بوابات للمجموعة الحاكمة في أسمراء ووالله برضو هم يعني مشكورين المجموعات الجديدة التي انضمت هي كانت سابقة وقد تكون لاحقة وقد تقلبتاني وهذه القلبات والأكروبات يعني هي موجودة في الواقع على الإيرتري ولا يستغربها الإنسان يعني ولذلك برضو هذه المجموعات بدت تربطنا بالأحداث الموجودة في الداخل مش لأننا نحن ما متابعينها حتى ما يقول لنا هو قاعد نربطكم نحن بالإيناي ربما نكون متابعينهم متابعين الواقع أكثر من المجموعات التي تدعي ولكن كونه ذاته ينشر في مواقعهم على التويتر على اليوتيوب على الفيسبوك على حتى يعني نقول لو منا نستنسخ ما تكتبون يعني حتى في الكتابات الخاصة بين الأفراد والأصدقاء والله في حاجات تجينا مسربة عن قصد أحيانا يعني نحن نترصده وفي جزء منه يجينا براه كده يعني يعني الله يكشف علينا زي ما قال البشير الرئيس الأسبق في السودان يعني هو يتحدث في يومنا الأيام يعني قال ربنا براه وكشف لنا الطيارة اللي كانت حفظه وكده على كل فربنا يكشف علينا براه يعني أحيانا فتجينا ونقره وكده بتاعه فأنا أقول إنه تلك المجموعة بالذات التي انسلخت بعد إيمان مثلا على الأقل بإنه في مشكلة في الوطن وهذه المشكلة قد تختلف فيها الناس هنا وهناك ولكن بعد انقلابة يعني وكأنها تمارس هذا النوع من الصحافة الحرارة بشكل أو آخر يعني ونحن لأنه بنرصد في صفعات معينة بنرصدها كما يرصدوننا هم كذلك وفي مواقع بنرصدها باهتمام أكبر في واحدة من الأشياء التي رصدتها قبل ساعات وهي منشورة أثناء التسجيل قبل يوم تقريبا نشر أحد العائدين قال أقام الصديق أنا أرمز له هكذا أقام مرشة عمل في أسمر لمنتسبي الاتحاد الوطني للمرأة الإيرترية والدفاع ووزارة الإعلام إيري تيفي كاتبة كده وآخرون من مختلف الوزارات لحد الآن ربما يعني وإن كان فيه عدم وضوح لحد الآن يعني هو قد يكون شوي سليم من معنى الصحافة الحرارة لكن بعدين ختم هذه الدعاية المدفوعة أكيد طبعا ختم بكم كلمة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كلمات الستة كلمات فيها ووين والعطف يعني يعني أولا يعني وهو كصحفي رجل محترف يعني يعني أنت لما تقول ورشة عمل يعني يا أخي أشرح الورشة دي كانت عن شوي صحيح الجاي العقد الورشة كان من الناس الجاي من الخارج يعني جاي سياحة طبعا وسياحة لو مشيث انت ممكن تلمليك خمسة عشر عشر وحتى عمل لهم يعني كابوشينو ولا باكياتو كده لو جمعتهم وطوالي ناسا للصحاف الحرام يمكن يعملوا ورشة ويعملوها عنوين عادي جدا أنك انت تلتقي بمجموعة من الناس يعني هو جاي من الخارج ومن حقه طبعا يلتقي يعني قد يكون في المجموعة التي شاهدتم في مجموعة نفر نفرين كده أنا عرفتم من مزارة الإعلام والبقية هم يعني ما حصل شرف التعرف عليهم فإنت لما تقول ورشة عمل يا أخي أول أعمل يعني هذه الورشة هي ورشة إيش مثلا ورشة حتى أنا حاولت أنه أقرأ ما بين بشكلي أكبر شوية عشان كبرت عشان ما أقرأ غير اسمه ما موجود اسمه فقط الموجود الذي رمزت له بـ L5 فاسمه بس الموجود ولكن حتى عنوان الورشة ما موجود بعدين دخلت في الصور كده نجيت أرقامه كده بتاع فما مفهومة فإن لم يكن كصحفي محترف وإنت دار وإنت قاعد تخدم هذه المجموعة بالنشر والمتابعة وهكذا برضو إنت قاعد يعني تريحنا من عنة للترجمة بس بالله أرجوك ما توقف لما نقول لك كده ما توقف الليلة يعني والله مواقع كثيرة نحن زمانك نقعد عشان نترجمه كده الليلة 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 بيبقين نلقاه جاهزة فمن ناحية رب ضارة النافعة قال يعني فرب توبة أو انتكاسة النافعة لآخرون يعني بذا خضت الأيام بين أهلها مصائب وقوم عند قوم فوائد طبعا ولذلك رجاء ما توقفوا ترجماتكم هذه في كل الاتجاهات الذين تعملون ولذلك لمنتسبي قال الاتحاد الوطني للمرأة الإيرترية والدفاع وزارة الإعلام وآخرون من مختلف الوزارات بعدين لمنتسبي مفروض تكون آخرين يعني آخرين لأنه المعطوف على المجرور مجرور يعني ولذلك عشان كده فسدت اللغة ذاته حتى عند المتحدثين بها هذه اللغة الجميلة وهذه اللغة بالمناسبة أحد برضو الناس الذين في مجموعة سينزا يدعين يعني لأنه تشابه علينا البقر طبعا وتشابهت علينا اللغات فأحدهم قال إنه لغة التجريت أفصح من اللغة العربية وأبلغ من اللغة العربية وهباش كده وفرتك سريع يعني ما هو فيها كثير لأنه مسألة اللغة في ريترا هي ألغم يعني الواحد ما يجيف عليه كثير بالنسبة للناس الذين ما عندهم قناعة إنه هذه اللغة العربية التي نتحدث بها يعني قضيتها قضية وطن بأمانه فقال إنه هو قال إنه وكانه يقول إنه لغة التجريت أغنى من اللغة العربية وأفصح ولذلك ليتنا نتشبث بها ونسيبونا من اللغة العربية وكذا وبرضو بعدين يعني التبديات والانشراحات كانت كثيرة فأنا أقول أخونا الذي يزعم فيقول إنه لغة التجريت أفصح وأغنى وأثرى أقول له عبارة واحدة فقط ما في لغة في الدنيا حتى اليوم من اللغات ربنا الخلق وأخذها معلومة مني يعني بعدين أبحث يعني لغات الدنيا الكثيرة دي ربنا الخلق يعني من الصعب إحصائع يعني فما في لغة في الدنيا دي توصف على أنها لغة البيان غير هذه اللغة العربية وأبحث ما شئت لغة البيان بمعنى أن تبين ما في نفسك أن تبين ما تشعر به في خوالجك في دواخلك والدانيات وإيمانيات وغراميات وأي حاجة في الدنيا دي ممكن تتخيل الإنسان يعني يمكن يود أن يعبر والله غير اللغة العربية ما في لغة اسمها لغة بيان لا يعني كلها حتى اللغات المسيطرة خليك من لغة التجريت وهي لغتنا أنا أعتز بها وأتحدث بها وأنس بها وأكتب بها الشعر وأغني بها وأفرح بها أو يعني لغة التجريت يعني لغة هدكتة يعني وهدكت بمعنى أكبر كمان لكنها ليست لغة بيان اللغة الوحيدة التي توصف على أنها لغة البيان هي اللغة العربية أغنى لغات العالم في المفردات هي اللغة العربية وأقدم كذلك حتى يعني أقدم سيبك من الدراسات الجديدة اللي بتقول ما عارف الرامية اللغات التانية في بلاد ما بين النهرين وما إلى ذلك هذه اللغة هي لغة الأنبياء أبونا آدم تحدث اللغة العربية هذه معلومة كمان كل الأنبياء تحدثوا اللغة العربية وهي لغة الأنبياء ولغة أبونا آدم ولغة أهل الجنة في الجنة وطبعا هناك أنبياء وما أرسلنا بالرسول إلا بلسان قومهم ما كل الأمم كانوا عراب في أمم نزلوا برسل ربنا أرسلهم بلغات قومهم لكن سيدنا أبونا آدم أبو البشر لغته هي اللغة العربية وآخر الأنبياء هي لغة اللغة العربية وأعظم كتاب نزل على وجه الأرض ويتلى ويهتم به وهذه الدراسات اللغوية أكدت هو القرآن الكريم ولذلك ده أكثر كتاب تم الاهتمام به والبحث فيه والتمسك به وتم حفظه ما في ذلك اليوم يحفظ لك رواية والديوان شعر ممكن ديوان شعر ربما في صدور الشعراء لكن ذلك القرآن المبين القرآن الحكيم القرآن الكريم أنا حرجع للصحافة الحرام بعدين بس على هامش الحديث نزل بلسان عربي مبين لأنه آخر الكتب ولو لم يكن لو لم تكن اللغة العربية لغة مبينة لما كانت لما كان القرآن هو معجزة معجزة الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ربما ما كان رسل آخر نبيه بلسان عربي مبين كان رسله بأي لغتان من شاء الله بلغة التقريت لو كانت هي أعمق وأثرى وأغنى راجل اللغة العربية دي مفردات كم مليون يا أخي مقابل أكبر لغة إنجليزية لا تتعدى ستمائة ألف يعني ولا سبعمائة ألف لغة التقريت قد تكون أغنى من اللغة الإنجليزية ممكن أغنى من اللغة الفرنسية واللغة الفرنسية فيها كم مفردات ناشر ألف ولا طلعتاشر ألف بتقول بعض الدراسات اللغة التقريت نعم غنية وفيها لكن بالنسبة للغة العربية ولا شيء ولا شيء يعني مهما عشقناها وانطربنا ليها وياسلا كده وقلنا ونحن كلنا بنسمعها يعني وجميلة يعني لكن ليست هي أغنى من اللغة العربية هذا على هامش الاتجاهات يعني فهذه اللغة العربية هي وإذا دائر مزيد من الهناية زر صفحات صفحاتنا وشوف برنامج مع اللغة العربية نحن بحمد الله سبحانه وتعالى وصلنا كم وتسعين حلقة برنامج أسبوعي آخر حلقة حلقة 94 ستبث قريبا إن شاء الله 94 في برنامج مع اللغة العربية نهتم باللغة العربية وللغة العربية هي لغة البيان والفصاحة والبلاغة التجريت الوحيدة اللي بتجمع لغة التجريت مع اللغة العربية هي شنوه عزيزي الأستاذ المحترم هي أنه من قبيلة وحدة اللغات السانية بس هالتجريت والأمهرينية والعبري والتجريت واللغة العربية دي قبيلة وحدة في وحدين برضو يدخلوا معها اللغات في لغات أخرى لكن أشهر هذه الخمسة اللغات هي من قبيلة وحدة اللغات السانية أعودوا فأولئك الذين نكسوا أيمانهم من بعد عهدهم يعني وطاعنوا في حاجات كثيرة يعني فيفسدون جمال هذه اللغة يعني لا يجرون المجرور والمعطوف على المجرور مجرور فكان ينبغي أن تكون وآخرين مختلف الوزارات لحد الآن كده على الرغم من أن المعلومة ما مكتملة ورشة عمل عن شون يعني وبرضو لما دخلت أنا على الترجمة بتاعت التجريمية برضو في حاجات ساخطة يعني لأنه الاتحاد الوطني فيه المرأة والشبيبة يعني لكن يمكن وآخرين ذيك لو كان دخل الشبيبة في العربية ما موجودة بينما في التجريمية موجودة نأتي إلى العبارات الستة التي استوقفتني أنا كألام وطوالي دخلت على الصحافة الحرام يقول هكذا تبنى الأمم ولأنه قال تبنى الأمم أي أمة يعني مثلا هكذا وأنا والله أقول يعني أنتوا عارفين أنا لو كنت في الهناي عندي علاقة بالكمبيوتر والحاجات دي الكيبورد المجاني ده أي زوليش أخبط فيه زي ما دار المتطفي اللي يكتب والبتاعه وتساوى فيه الذي مشى الخلوة والذي ما مشى الخلوة والذي قرأ القرآن والذي ما كتب في اللوح وكده وزول الخط الجميل بالله يعني هذه الوسائل الكيبورد تاعة الكمبيوتر ده سترناس كتارا والله لو ما في الهيبورد ده الناس اللي يكتبوا ما عارف أي زول خط شيئا الناس ما كانت حتى تقرأ لهم بالمؤسس لكن ستر الناس كلهم في وحدين الذين كانوا ينقطوا الواو اللي يكتب لك واو طوالي بس يشوف ده طاق يضرب لك واو كده سين سين حتى الناس كانوا يخبطوا في السين والصاد والذال والذال وبرضه في لخبطة يعني وأنا أقول ما مشكلة يعني حتى العرب كانوا يقلبونا يعني الصراط ممكن تقولها الزراط في بعض القراءات يعني الليلة في وحدين ناسي الأخواننا ديننا هذا الصعافة العرام والكده وإذا أميتم قلت لهم الزراط إهدين الزراطة المستقيمة يقول لك عاوز بالله الراجل ده قاعد يقول شنو فهؤلاء الذين حتى لا يقطون ولا يفقون الحروف الكمبيوتر سترم وخلاص بيقايزوا ليقوا اعتراطة تتراطة ويظهر ليك كده لكن الفضيحة تظهر وين؟ تظهر علاقته باللغة لمن يرفع المجروح وينصب المرفوع ويخلي اسم كان منصوب وخبر إنا يعني منصوب يعني عموما هكذا تبنى الأمم فأنا لو كان عندي سلطة يوار جعل الكيبور والله ما كنت أخلي زول يكتب إلا أقول له شكل لأنه في التشكيل في التشكيل يبان جهل الكاتب أو علمه باللغة التي يكتب بها وعشان كده يقول لك سكن تسلم بس كده يفكوا والكمبيوتر برضو يا دخل لك يعني بالله هاسي كده يعني ما في ولا تشكيل واحد يؤكد على أنه هذا الكاتب يفهم اللغة كويس يعني وقس على ذلك كل الذين يتمظهرون ويتبرجون في السوشال ميديا بإذن أو بلا إذن لأنه رخص المداد دي فتحت الباب لكل من هب ودب ولذلك هكذا تبنى الأمم أنا قاعد أقرأها تبنى لكن هو بس خطيها تبنى ألف مقصور يعني تبنى الأمم واحد ممكن يقول له هكذا تبنى الأمم قال بمثل هذه الورش تبنى الأمم بالمشاركة والمساهمة والتواجد مشاركة ومساهمة وتواجد ليس بالضرورة أن تشارك بما تشارك وفيما تشارك ومع من تشارك ولماذا تشارك وماذا تهدف من تلك المشاركة أنا أذكره بس بالخمسة في الصحافة وبداية الصحافة هو قراء الأين وكيف وماذا الحاجات الخمسة العارفة فمجرد مشاركة كده والناس قاعد تشارك في الإجرام وتشارك في المؤامرة على الوضع قال هكذا تبنى الأمم دي أكبر طبعا استوانة يعني ممكن يقول أي واحد يعني يعمل في هذا الشكل من أشكال الإعلام هكذا تبنى الأمم بالله دي كم واحدة اللي قاعدين في الورشة دي أس أنا عديتهم واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ما بيقول دي الأمم يعني هس بالنسبة لصاحبنا هكذا تبنى الأمم نحن والله لو كنا عرفنا إنه هذه الورشة هي ورشة الدراسات المستقبلية طبعا أنت برضو ما هي أنت بتاخد عينة من المجتمع وتعمل عليها هناك استنارة وكده بتاعه والأمم دي تقود أفرادها لكن لو كنا عرفنا عنوان الورشة كان ممكن يعني تقبلنا هذه الدعاية المجانية هكذا تبنى الأمم ما هيش عنوان الورشة ما موجود عنوان الورشة كده هلام يعني وأنا أقول والله هو هو طبعا رجل يعني الصحفي دا عارف يعني إنه ما بتفكر كده ساكن لكن هو بس دار يتواجد يعني برضو بالنسبة لنا ما برضو مناسبة نتحدث فيها يعني بالمشاركة قال فعنوان الورشة ما موجود فمن فيما تشارك بأي عنوان ولماذا والمساهم أنا أشك إنه صديقنا عارف الفرق بين المساهمة والمشاركة لما تكون أنت مشارك أنت شريك يعني تقول شراكة مثلا شراكة بين بين طرفين يعني حتى شركة الشركات تسموها شركة ليه هي شراكة بين طرفين يعني وقد تكون بين أكثر من طرف شراكة يعني بالمشاركة والمساهمة أما المساهمة ديش نعم المساهمة أنت تساهم يعني والله نحن لو دخلنا لغة زاته ما هي في فوضى لغوية زاته في الليناية ساهم يساهم مساهمة ولو رجعت للقاموس المعاني قاموس المعاني والوسيطة لسان العرب وكذا فمن الذي يساهم دائما هو الذي يساهم أنت تساهم في شيء ويقول لك القدحة الأكبر أنت تساهم في شيء يعني في شيء موجود أنت تساهم فيه فهؤلاء الناس أنا أنا والله أشك لأنه في مجموعة من الزملان أنا أعرفهم في وزارة الإعلام أخونا عن أنا ما أعرف تخصصه شنو الفايدة يعني ممكن والله في ناس يعني بعمرهم ممكن يشتغلوا في الإعلام يعني وأنا أحترمهم وناس ثوار وناس إعلامين بل فيهم شعر ومبدعين يعني فأنا والله قلت إيش حيدي يوم أنا لو عرفت عنوان المجاب الورشة حتى الورشة بالله في ورشة كده إلا تكون في ورشة كده تطلغة كده ساكت ورشة من كم يوم يعني حتى عشان كده قلنا كم يعني كم من الساعات وقد تكون ورشة لدقائق كم كذا يوم كذا ساعة وقد تكون ورشة أسبوع أو أسابيع إلا تكون ورشة سيارات يعني ورشة مكنكة ولا ورشة بتاعة متوسايكل ولا ورشة هنا يعني ورشة حدادة مثلا فتقول ورشة عمل وكلمة ورشة عمل ذاته لغويا ذاته غير سليمة لكن الناس شاهدوها بس ووركشوب طوال دخلها ورشة عمل يعني في العبارة اللغوية غير سليمة ذاته ورشة عمل لكننا نعيش زمن الروايبضة وزمن اللخبطة هنا ما في حاجة اسمه ورشة عمل في اللغة العربية حتى من الكلمات المستحدثية والدخيلة على اللغة العربية المهم نجي بعدين المساهمة فأنا أقول أنه الناس الموجودين يعني قد يكونوا أعلى من ذلك الذي يتحدث ويعمل محاضرة صاحب الورشة فمن يساهم مع مين بس لو عرفنا عنوان ورشة كان ممكن والله مشينا أكثر وقد نبرر لصاحبنا الذي نشر تلك الدعاية من فقرة وهو كتب على عجل يعني أنا أعرفه كويس يعني والتواجد هنا طيب هنا هنا زاته هنا معنى الإعلامة الحرام زاته التواجد يعني كل ما هو غير متواجد هو غير مشارك في بناء الأمم أمم نحن والله الأمة واحدة ما قادرين نثبتع كلنا أمم وقد يعني بشكل عام أوكي مقبولة العبارة لكن والله نود أن نكون أمة واحدة أمة واحدة مش عشان حد لبي وحد هزبي وحد هناي وحد درفي وحد رئيسي وحد تأشمه يعني هو بدنا نلخبط في اللغة كمان لا أولا نستشعر نحن كأمة واحدة لنا مثلا قواسم مشتركة بتنوعنا الجميل بلغاتنا الجميلة ونشعر كأننا أولا أمة ثم والتواجد يقول يعني ولكن حتى لو أخذنا نحن يعني نحن والله أنا أنا في تقديري لسه يعني مفهوم الأمة الوحدة ذاته مختلفين حوله فما قادرين يعني نمشي إلى كلمة سواء بيننا كشعب يعني ولكن صاحبنا ذا الأمم ما شيء ما مشكلة بالمشاركة والمساهمة والتواجد يعني كل من لا يتواجد في هذه الورشة أو في مثيلاتها فهو الذي لا يبني الأمة ولا يشارك ولا يساهم حتى لو أخذنا المساهمة يعني هنا يعني وهو الرجل الذي يتحدث هكذا هو ما متواجد يعني بل سابنا من زمن يعني زي ما نحن سبنا البلد مع الأسف الشديد أنا طبعا لا أبرئ ساحة كل من خرب يعني وفي نفس الوقت لا أجرمه كمان ما أقول له أنت ما قعد تبني الأمم ولو لم يكن ذلك لما خرجنا في هذه القناة وغيرها من وسائل الإعلام لنعالج المشكلة الإعلامية نحن نبني هذا الوطن نحن نبني هذه الأمة لنبين لها طريقها لا نحل مشكلاتها أنا أشك أنه زميلنا أنه ما يعرف أن الإعلام لا يحل المشكلات لكنه يعالج القضايا فكل من هو في الخارج ويعالج مشكلة الوطن هو يساهم ويشارك ويبني إن لم يكن قد زاغ وتنكب الطريق ويصبح من هذه الشاكلة ولذلك التواجد كويس في النهاية عمل فولستوب يعني عمل نقطة نهاية الكلام ولو سألتنا عزيز المشاهد هل هناك فاصلة فاصلة وحد كما وحد الموجودة فاصلة في أكتر من كم وثلاثين برضو هذه مشكلة لغوية عموما عزيز المشاهد أنا خرجت أقول أنه يعني ما كل ما ينشر في هذه الميديا الجديدة والبديل وفي الصفحات الخاصة والإنال يعني أحيانا بيجي كده لدعاية مدفوعة أو غير مدفوعة ومرة تبرعات ذلك لكن كل ما تنشروه تأكدوا أنه في ناس بيقروه وفي ناس والله بيحللوه أكثر مننا نزاته ويقيف عليه الوقفات المتأنية فهذه دعاية أنا بشوف دعاية رخيصة جدا لمجرد عقد ورشة مجهولة الهوية مجهولة الهوية خاصة وأنها شوف الطيفة العجيبة للمته اتحاد الشبيبة واتحاد المرأة وإندا زيناء تقريني يعني وزارة الإعلام ومختلف الوزارات يعني هذا الرجل من هو يعني مثلا يعني أنا لا أعرف لكن حتى لو كان حتى لو أوتي تلك العالمية وتلك العلمية والفقه وبتاع يعني شنو يعني لأمي حتى الأعمار ذاته ما متناسب اللي قاعد نشوف في الصور ولما تكون مختلف الوزارات وهذه لا تمثل الوزارات يعني لو أخذنا ذاته عندنا كم وزارة قريبا 16-17 وزارة التي نعرف ها أرجو الله أكون مخطي لا لما تدخل عليهم الشبيبة والدخل عليهم المرأة والدخل عليهم اتحاد الشبيبة والمرأة نعم ولذلك هذا يعني دي أنا بقول بأمانة يعني رجل واحد دار يبني الأمة الأمم الإيرترية بهكذا ورشة واحد ومجهولة العنوان ومجهولة الزمن ومفقوقة نفس السيناريو الحاكم بأمر الفرعون ده ما هو زول واحد برضو قعد يقول ده صحيح ممكن دي وغيرة 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 تبنى يعني إذا ما كنا قد ضلل الطريق يعني ولا يستقيم الظل والعود وأعوج ده فأنا أقول إنه شكرا للناس الشغالين في الترجمات المجانية قعد تفيدون كثير يعني وتوفر علينا الزمن مش لأنه قعد تعلمونا وكده قعد توفر علينا الزمن فنشوف كده ونجيف عليها الوقفات العابرة لو وقفنا وقفنا فيها وقفات المتأنية قد نحتاج إلى ساعات فما هكذا وليس بهكذا ورشة مجهولة المصدر مجهولة المحتوى مجهولة الزمان والمكان والله وين انقعا انعقدت ما عارفين زاد أين انعقدت هذه ودي وحدي من أدبيات نشر الخبر يعني لا زمن لا مكان لا فترة لا عنوان هكذا بس فكاه علينا في عيون الناس وما بهكذا ويرش عمل تبنى الأمم وليس بمثل هكذا يمكن ان نضحك على الناس ونقول لهم مشاركة وليس أمرا وليس فيها أمر من أمور المساهمة وليس فيها شكل لأشكال التواجد وقد تكون والله انت موجود في الداخل لكن ولا تعني شيء وقد تكون في الخارج مع الأسف الشديد وتكون شيئا كبيرا ولذلك ودي ده تحدي بالذات للرجل والأستاذ القاعد ينشر هكذا أنا أتمنى والله أن أراه داخل الورش هاد يعني فنقيم عليك الحجة تواجد لنراك هناك إن شاء الله قد نراك والتواجد هناك ما أرفض ولا أكفر به بل بالعكس ليت الناس لا يخرجون ويواجهون ده لا يعني أنك انت موجود بر معناه انت خلاص كفرت بكل شيء والكلام اللي بتقول عليه لا يبني لا يساهم لا يشارك لا يعني شكل أشكال التواجد والعالم قرية أيها الناشرة العزيز ولذلك أنا أتمنى أن نراك في تلك الورش حتى ما نربط هذه بتلك وليساهم 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 في هذا الإسفير الذي ترونه أمامكم الذي تتابعونه في السوشال ميديا عموما في الإعلام البديل والجديد وصفحات الخاصة وكثير منه هو يحمل هذا العنوان الصحافة الحرام ما كله طبعا لكن قليل منه الذي يمارس صحافة مسؤولة بعيدا عن الحرام بمعنى إعلام مسؤول يعالج القضايا بعيدا حتى لو اختلفت الرؤى اختلفت التحليلات والمشارب والاتجاهات والرؤى لكن لا يصح إلا الصحيح عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة بالختام أقرأ فقرات معينة يقول الصحفي في مقدمته سامي كمال الدين الصحفي يعني أنا أتجاوز الكلمة الصحفي لا يمكن أن يسيء إلى المهنة ذاتها والرأي العام يميز بسهولة بين أنواع الصحفيين والكتاب ولربما أقبل على قراءة ما يكتبه أحدهم دون أن يتأثر به لأنه لا يحمل له في نفسه أي ثقة أو احترام وقد أثبت الصحافة دائما أنها أقوى مما يظل الكثيرون ويقول تحت عنوان الصحافة تاريخ من الانتهازية الكاتب الصحفي سامي كمال الدين يبقى الحق الطبيعي للصحفي أن يكتب عن قضايا أمته وعن أخبار شعبه ولكن من حق هذا الشعب التعرف على حقيقة الصحفيين الذين يكتبون عنه إن حق الصحفي وحق الشعب متساويان ومقدسان كلما تعثرت وتعثرت بقصة الصحفي لا يهتم بالمهنية قدر اهتمامه بالشهرة ويجمع المال قدر عدم اهتمامه بجمع تاريخ يليق به وبالفساد السياسي والرشوة والنفاق والقداع قدر ايمانه بالقيمة والموهبة والمال الحلال تراقصت كلمات ناصر الدين النشاشيبي وسيطرت على أجواء عقل تلك الكلمات التي حفرها في تقديمه لكتاب حضرات الزملاء المحترمين كثيرون منهم استحلوا الكرامة والأعراض والأموال والأسرار ويقول بالتأكيد لم تكن الصحافة طوال تاريخها رشا وكذبا وتزييفا كانت فيها حقائق ناصعة ومواهب لا تعرف قدرها ويقول لم تكن الصحافة إذن نزيهة طوال الوقت ولا تطير عبر أجنحة الملائكة طوال الزمان ولم يكن أصحاب المواهب أنقيا حتى القاع ولا كانوا يصلون لأجل المهنية طوال الوقت لكنهم كانوا أصحاب قيمة وموهبة وطريقة وأسلوب وهناك خبطات صحفية ومصادر لا قيمة لها وبريق زائف سأكتفي بهذه المقاطع علها تفيد الزملاء الإعلاميين خاصة الذين يعني ولغوا في الصحافة الحرام فسأل الله سيداتي سادتي لا نكون من أولئك ولا نظن لأننا نتحدث عن واقع نعيشه ونتحدث عن مشكل وطني نحاول نحاول معالج قضايا وفق القناعات التي لدينا وللآخرين كذلك قناعاتهم نحترمها ولكن فليمارس معنا الإعلام غير الحرام والصحافة غير الحرام إذا نشرتم شيئا فانشروه مكتملا ولا تنشروا كلمات فقط من أجل الدعاية لأن القارئ والمتابع يستنسخوا ما تكتبون وهذه السوشيال وهذه الميديا الحديثة هي موجودة ولا تمسح ستوقفون عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة من الرئيسات الفضائية المستقلة كنتم مع حلقة في برنامج اتجاهات نلتقيكم في اتجاهات قادمات بحوله تعالى تحياتي محدتكم أحمد شريف وتحيات الزميل عود تسفي هنس كداني في المونتاج تحايا زملائي كرار هياب وادريس أبو هاشم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة